نبدأ هذه الجولة من صحيفة القدس العرب ونقرأ في أبرز عنوينها الأمم المتحدة السفير الروسي يوبخ سفيرة الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا ويذكرها بغزو العراق إذن عقد مجلس الأمن الدولي الاثنين بدعوة من الولايات المتحدة جلسة مفتوحة تحت بند تهديدات السلم والأمن الدوليين لمناقشة الأزمة الأوكرانية واتهامات الولايات المتحدة وحلف الناتو لروسيا بنيتها غزو أوكرانيا وقد طلب السفير الروسي من الأعضاء التصويت أولا على إجراء عقد جلسة لمجلس الأمن والتي تحتاج إلى تسعة أصوات إيجابية على الأقل علما أن الفيتو لا يستخدم في التصويتات الإجرائية واجأت نتيجة التصويت لصالح مشروع الولايات المتحدة حيث صوت عشرة أعضاء لصالح عقد الجلسة المفتوحة بينما صوتت كل من روسيا والصين ضده وامتنع الثلاث دول عن التصويت من جهته اتهم الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبينزيا الولايات المتحدة بشنها حملة تضليلية تتضمن طلب عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن حول التطورات على الحدود الأوكرانية الروسية وتأجيج التوتر وقال إن الطرف الأمريكي طلب عقد الاجتماع تحت بند تهديدات الأمن والسلم الدوليين لكن القوات الروسية منتشرة على الأراضي الروسية فكيف يهدد ذلك الأمن والسلم الدوليين؟ واتهم الطرف الأمريكي بعقد الاجتماع لأسباب إعلامية وداخلية في الوقت الذي طالب فيه الرئيس الأوكراني جميع الأطراف الانخراط بدبلوماسية هادئة وخلف الأبواب لأن التصعيد يهدد الاقتصاد الأوكراني اشتركوا في القناة